عارفين الوصفات اللي مهما تكلم عليها مقدر شوفيها حقها دي وصفة النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هعمل معاكو خبز الفينو اللازيز جدا خالي من كولوسين من غير دقيق وصفة النهاردة وصفة اختراع عايزة لايك وكمان تعليق تحت حلو توقعوا كده الخبز ده معمول من ايه قبل ما تكمله وصفة النهاردة البطل بتاع حلقة النهاردة هو العتس العتس الاصفر من الحاجات المفيدة جدا 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 بشرط اللي احنا نستعمله صح عشان ما يعملش انتفاخات او تعب لازم ننقع العتس ده لما بننقع العتس بنتخلص من كل المواد الضرة في المياه اللي بتكون منقوع يبقى انا بنقع العتس اقل حاجة 12 ساعة يعني ما شوفش حد بق دلوقتي او انا مش هشوف يعني محدش يكتب لي يا سلو انا عايز اعمل الوصفة دلوقتي لا ما ينفعش ان اهل العتس وتاني يوم او اا يعني لو احنا بالليل يبقى ايه الصبح ممكن تعمليه هنا عتس منقع اقل حاجة 12 ساعة بنغير من عليه المياه كذا مرة على قد ما بنقدر انا كل ما بخش المطبخ اقوم رمي المياه وحتى مياه تانيه ودي المياه هي المياه دي اللي نازل فيها كل المواد الضرة اللي انا مش عايزها ده كده عندي عتس منقوع المقون التاني هيكون مياه دافية كباية من المياه الدافية انا نقعت العتس كات كباية عتس طبعا لما بتتنقع بتزيد عندي كمان معلقة صغيرة من الخميرة الفورية على المياه الدافية وعليها معلقة صغيرة من العسل او نقدر نستعمل اي سكر بديل احنا عايزينه ولكن العسل الجوه الخميرة ده الخميرة هتتغزى عليه فمش هتحسب من الصغارات الحرارية لوصفة النهاردة طيب خلينا نسيب المياه بالخميرة بالعسل تخمر شوية ونتأكد ان هي شغالة قبل ما كان اتأكد ان هي شغالة كان عندي هنا سمسم محمص مطحون هحط منه 3 معالق لو ما عندناش مطحون نقدر نستعمله سمسم محمص بس بيعمل طعم جامد يعني بيعمل طعم رائع جدا المكون الاساسي بقى للوصفة النهاردة هيكون الاسبغول او السليم ده هنروح عند العطار وهنقول له عايزين سليم او اسبغول بيتباع هنشتري منه كم جرام كده هينفع جدا في الوصفات لانه بيعمل تماسك رهيب لوصفات الخبز غير انه هو مفيد عايز اقول لكم على حاجة السليم ده بيتباع على انه مادة بيتخذ على مية وبيشبع عاملين كده كأنه بديل عملية تكميم فهو مفيد جدا فاحنا لما هناخد الخبز هنشبع بجد يعني عارفين بقى طيب خلينا نقلب اخر مكونين معي هيكون بيضة انا بس حطيت على العدس ملح وكمون خلا نحط البيضة ونحط عليها معلقة صغيرة من خلي التفاح او خلي عادي هي دي كل المكونات ايوه هي دي كل المكونات يبقى احنا عندي عدس ملقو عليه ملح وكمون وعليه البيضة او الخليط اللي احنا عملناه في الاول اللي هو في الخميرة طيب هنخلط ازاي الكلام ده بالهند بلندر او بالكبة المتوفر عندك لازم بقى نضحن كويس في المرحلة دي خلينا اقرب لكو كده عشان اوريكو ان القعوم بتاعه هيكون عامل ازاي وطبعا احنا دلوقتي لسه في الصيف فايه فالموضوع ده مش ياخد معي في التخمير يعني عشر دقايق ربع ساعة ولكن لو احنا في الشتة نخلي بالنا ناخد اكتر من كده انا اصلا عبال كده ما خلطت حسيت ان هو خلاص مش محتاج تخمر فسيبته حوالي ربع ساعة نخلط كويس جدا 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 طيب هنلاقي العجينة بتاعتنا عجينة زي ما احنا شايفين كده لما هنقلبها يبان معنا ولكن عشان هنقلبها بسهولة هجيب اي معلقة او زبات ولا كده ونحط عليها زيت زيتون ونبتدي لنزل كل حاجة من على الجوانب وانا كمان بشكلها هستعمل زيت زيتون يبقى الدهون او اي حاجة اي دهون هستعملها بس على التشكيل من بره فخلينا حطلكو في المقادير يعني معلقة كبيرة من زيت الزيتون او اي مادة دهونية طبعا بصوا العجينة قومها عامل ازاي طيب هل هنستعملها دلوقتي قلنا فيها خميرة فنسيبها حوالي عشر دقايق ربع ساعة عشان احنا في الصيف ونغطي عليها بعد كده هروح اشغل الفرن على درجة حرارمية وتمانين عمل مشكل للكم واحدة دول يكون الفرن سيخن شوية هبلل ايزي بالزيت ناخد كمية كده الخبز هيطلع مستوي معايا من جوه مش معجن ظريف جدا طعم العدس مش باين ولا بنسبة واحد في المية ازاي مش عارفة الحمد لله طبعا لان انا حطى فيه قمون وحطى فيه سمسم كل الحاجات دي بتغطي على الطعم والقوام اللي مش ظريف في ناس كسير ما بتحبوش وانا كمان ما بحبش القوام بتاع الاسباغول لأ مش باين هنا بالتسوية الصح اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي بصوا مجرد الزيت اهو هو اللي بيخليها يتشكل ممكن نعمله قايزر ممكن نعمله آآ كده عايزين نعمله دواير يعني دواير زي دونت مسلا ينفع ممكن نغطي بالسمسم نغطي بحبة البركة نحط عليه شوية كمون من فوق آآ شوية بزور شاية بزور كتان بصوا هو الوصفة دي مفيدة جدا جدا شايفين الحجم ده كفاية قوي حلو قوي يعني ممتاز صراحة ممتاز آآ واحدة منه جميلة جدا مش باعة ونقدر نفطر بيه او نتغدى بيه لو احنا مثلا عاملين اي وصفة وعايزين ناكل ساندروس كده زريف جدا وبيطلع خفيف وهوركو هيطلع عامل ازاي طبعا يا جماعة احنا بنعمل بدايل بدايل الخبز او بدايل اي حاجة آآ زي الحاجات اللي بديه الابيض مستحيل تكون نفس النتيجة مستحيل يعني ازاي احنا بنعمل بديل ولكن انا متقبلة جدا الطعم ومتقبلة جدا لانا صحتي هتحافظ عليها حاجة تكسب بقى يعني متقبلة بكل حاجة صحية هتضيف لي وكمان هيفضل مشبعني طبعا هنشرب مياه معايا علشان آآ المكونات بتاعته وورده الجسم يستفيد منها ويتمتص وكل حاجة انا دلوقتي خلصت كل الكمية هي عايزة ادهنه عليه اي حاجة ممكن احط على وشه اي حاجة هتلزق على طويل طيب دخلت الفورن على درجة حرارة 180 قاعد حوالي 15 دقيقة احتاجت اللي انا افتح الليل شوية حوالي دقتين او حد ما اخد لون حلو بعد كده بطلعهم من الفورن اغطيه شوية علشان آآ اضمن اللي هو استوى من جوه من بره كده يكون آآ ناشف انا هوريكم من جوه عامل زي جنن وصفة حلوة جدا نقدر كمان نعمل كمية بصو نقدر نعمل كمية ونسويها ونفرز واحدة واحدة كده في الفريزر آآ اه لانشبوكس بقى احنا عايزين ناخد معانا في الشغل عايزين آآ نفتر في البيت نفتر بره بصو عمتان انا هوريكم شكل الساندوش كده لما اجي اعمل آآ مش من السهل ان حد ممكن يتعرف عن الخبز ده آآ مش طبيعي يعني او حاجة مختلفة اولا ريحتو حلوة جدا مفهوش اي مشاكل خالص يمكن نقع العدس كان من الحاجات اللي خلت طعم بتاع العدس يبقى قليل آآ اتخلصت من المواد دارة كتير فيه وكمان هيسحل جدا عمالية الهضم مش هيتعب القولون طالما العدس منقوع شايفين كده خلينا نحط كل الكمية كده مع بعضها طلعوا بيطلعوا من تسع العشرة يعني على حسب بقى ايه الحجم طبعا من كوباية واحدة بس عدس فالموضوع يعني كويس خلينا نفتح ونشوف من جوه عامل ازاي عايز اقول لكم ان هو خفيف كمان بصوا طريق تعالوا بقى نفتحه انا اتكلمت كتير وطبعا مين بقى عارف احلى ساندوش ممكن ناكله هو ساندوش اللبنة اللي ما يعرفش لسه اللبنة دي عبارة عن ايه هسب لكم فيديو بان فوق دلوقتي اعلى الشاشة طريقة عمل اللبنة في البيت من الحاجات الصحية واللزيزة اللي بتساعد على هضمه الخفيفة جدا جدا ولا انا دايما بحب ايه افطر بيها ساندوش كده لبنة مع طماطم او لبنة مع خيار لبنة مع زيتون لبنة مع زيت زيتون بتبقى احلى حاجة خبز العدس اللزيز المكونات على الشاشة كوباية العدس كانت جافة اه اللي احنا ننقحها طبعا هتزيد اه طبعا بقى من نوع عدس العدس هتختلف ممكن تزيد مرتين ممكن تزيد مرة ونصف خلينا نقول على كوباية عدس جاف المقادير دي تعالوا بقى نحط اللبنة الجميلة دي ونحط معاها شريحة اه طماطم شايفين خبز من جوه عامل زي مفرخ ولزيز جدا زي ما بقول لكم جربوه الوصفة دي اللي هيجربها ما ينساش يدعيلي وان شاء الله هشوفكم بفاصيبات تانية على خير هستنى بقى كل تعلاقاتكم الحلوة وكل استفساراتكم ان شاء الله هجاوب عليها اشوفكم على خير في فيديو تاني ومع السلامة اشتركوا في القناة